جذور عميقة لصناعة الفخار في العراق حيث استخدمت الحضارات القديمة الطينة لبناء المنازل وصناعة كافة الأدوات المنزلية وما كشفته الحفريات وعمليات التنقيب في مناطق متفرقة أثبت استخدام السومريين للأواني الفخارية لتخزين الطعام والطبخ فضلا عن استخدام الألواح الطينية في نحت الكتابة المسمارية صناعة الفخار مهنة توارثها العراقيون منذ آلاف السنين إذ تشتهر العديد من العائلات في العراق بهذه الحرفة عبر صناعة التحف والأواني والأباريق للحفاظ على برودة المياه أو الحفاظ على الطعام إلا أن تنور الطين لصناعة الخبز يبقى أبرز ما صنع من الفخار هذه الشيء الآن اكتسبتها من والدي والدي أكتسبها من والده فيقولون صارعها تقريباً 200 سنة أكثر هي نفس الصناعة يشتعلون بها فهي نحن نسمونا بات الكواز لأننا نشتغل بالكوازة يعني بالفخار صانع الفخار أكدوا انخفاض الإقبال على شراء واقتناء الناس للأواني الفخارية نظراً لغزو المنتجات البلاستيكية للسوق العراقية وسهولة استخدامها فيما أكدوا أنهم يصارعون للحفاظ على هذا الإرث الحرفي المتوارث منذ أجهل وعلى الرغم من توفر الأفران الكهربائية والغازية في الأسواق وبأسعار مناسبة إلا أن العديد من العائلات تفضلوا تناول الخبز المحمص بتنور طيني ويبقى طعم الخبز المصنوع في فرن طيني مختلف جداً عن ذلك المخبوز في فرن كهربائي أو غازي بحسب ما يؤكده العراقيون ويبقى الخيار الأفضل لديهم لتذوق أطيب أنواع الخبز فهو يجمع ما بين نكهة مستساغة وتراث تربى عليه الآباء والأجداد